السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بأطفالنا في حصة المطالعة والآن سنتعرف على تاريخ اليوم اليوم هو يوم الخميس 14 مايو سنة 2020 هل تتذكرون قصتنا الفارطة يا أطفال قصتنا بعنوان الإخوة الأرانب اليوم سنقدمها تقديما ماديا وسنتعرف على شخصياتها وعلى إطارها المكاني وعلى إطارها الزماني أيضا أتمنى أن تتابعوني جميعا وأتمنى الاستفادة للجميع والآن يا أطفالي ما هي الشخصيات الرئيسية التي ذكرت في القصة؟ هل هي سرب الحمام؟ أم الأرانب الصغيرة؟ أي هذه الشخصيات؟ كان الشخصية الرئيسية في قصتنا اليوم نعم أحسنتم يا أطفالي فالشخصيات الرئيسية لقصتنا هي الأرانب الصغيرة فقد دارت أحداث قصتنا كلها حول شخصية هذه الأرانب وعلاقتها فيما بينها في بداية قصتنا ولدت الأرنبة الأم مجموعة من الأرانب الصغيرة فكم كان عدد هذه الأرانب في القصة؟ سنلون الإجابة الصحيحة هل كان عددها سبعة؟ ثمانية؟ أم عشرة؟ أم خمسة؟ أم تسعة؟ هيا فكروا جيدا يا أطفال وتذكروا قصتنا التي قرأناها في الحصة الفارطة نعم أحسنتم يا أطفال إجابتكم صحيحة عدد الأرانب في القصة هو عشرة فقد ولدت الأرنبة الأم عشرة أرانب صغيرة والآن يا أطفالي ماذا نسمي صغير الأرنب؟ سأرسم نجمة داخل إطار الإجابة الصحيحة هل يسمى صغير الأرنب بخرنق، فرخ، مهر، أم جرو؟ نعم أحسنتم يا أطفالي صغير الأرنب يسمى خرنق إجابتكم صحيحة والآن يا أطفالي فسنتعرف على المكان الذي تعيش فيه الأرانب ماذا نسمي بيت الأرنب؟ هل هو العرين، الجحر، أم القن؟ نعم أحسنتم يا أطفال إجابتكم صحيحة تعيش الأرانب في الجحر أما العرين فهو للأسدي وأما القن فهو للدجاج والآن يا أعزائي الأطفال سنتعرف على الإطار الزماني الذي وقعت فيه أحداث قصة الإخوة الأرانب هل وقعت أحداث قصتنا في موسم الحصادي؟ في موسم الصيدي؟ أم في موسم الجفافي؟ نعم أحسنتم يا أطفال فالإطار الزماني الذي وقعت فيه أحداث قصتنا هو في موسم الجفافي ترجمة نانسي قنقر أما الآن فسنتعرف على الإطار المكاني الذي دارت فيه أحداث القصة فأين دارت يا ترى أحداث قصتنا؟ هل هي في الحقول؟ في المزرعة؟ أم في الغابة؟ فكروا جيدا يا أطفالي وتذكروا أحداث قصة الإخوة الأرانب نعم أحسنتم يا أطفالي إجابتكم صحيحة دارت أحداث قصتنا في الحقول سأشتبو الإجابات الخاطئة أما الآن فسنرتب أحداث القصة حسب الصور الموجودة أمامنا الصورة الأولى نثر المزارع الحبة الصورة الثانية حل الجفاف في الحقول الصورة الثالثة نزل المطر ونبت العشب الصورة الأخيرة كبر العشب الأخضر فأكلت كل الأرانب سنضع الرقم أرقاما من واحد إلى أربعة تحت الصور المناسبة لنتحصل على أحداث القصة مرتبة هيا يا أطفالي فكروا جيدا نعم أحسنتم يا أطفال إجابتكم صحيحة سأضع رقم واحد تحت صورة حل الجفاف في الحقول أما رقم اثنان فسيكون تحت نثر المزارع الحبة والصورة رقم ثلاثة تحت نزل المطر ونبت العشب أما السورة رقم أربعة فهي كبر العشب الأخضر فأكلت كل الأرانب وهكذا رتبنا أحداث قصتنا من خلال الصور ما هي العبرة من قصتنا اليوم يا أطفال هل هي محبة الإخوة طاعة الوالدين أم القناعة عبرتنا اليوم يا أطفال هي محبة الإخوة فقد رأينا في قصتنا كيف تصرفت الأرانب عندما حل الجفاف ولم تجد ما تأكله فآثرت إخوتها على نفسها فكل أرنب رفض أن يأكل الحبة ليترك نصيبه لأحد إخوته وأنتم يا أطفال الأعزاء هل تحبون أخوتكم مثل الأرانب وتؤثرونهم على أنفسكم أرجو أن تكونوا كذلك شكرا على متابعتكم لقصتنا ولعبرتنا وإلى اللقاء في الحصة القادمة مع قصة جديدة